اشتركوا في القناة أستغل كذلك الفرصة لكي أرحب باسم نساء جماعة العدل والإحسان بكافة الضيفات الكريمات والضيوف الكرام فأهلا وسهلا بكم جميعا اسم أمان جرعود عضو الأمان العام للدائرة السياسية والكاتبة العامة القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان أشكر كذلك السادة والسيدة المحاضرين على مداخلاتهم وقد سجلت مجموعة ملاحظات قد أسقط بعضها نظرا لأنه سبق وتحدث عنها بعض المتدخلين وقد أسقط بعضها الآخر لسيف الوقت المصلطي على الرقب وسأحاول أن أركز على أمور تبدو لأساسية المسألة الأولى هو حاجتنا الآن في هذه اللحظة الراهنة وبالنظر للتحولات التي تعرفها لا الساحة الدولية ولا الساحة الإقليمية إلى فضاءات تستوعب الاختلاف إلى فضاءات تطور الاختلاف إلى بناء المشترك ونجاح هذه المبادرات يكمن في قدرتها على استيعاب هذا الاختلاف ونقله من حالة التضاد والتصارع والتجادب إلى حالة التكامل والتعدد المقبول والبناء هذه مسألة المسألة الثانية لا أريد أن أدخل في الاختلافات التي يفرضها البعد المفاهيم للنخبة أو النخاب والأدوارها فتلك مدارس والتجاهات لا يتسع المجال أن نتحدث عنها أريد فقط أن أركز على المسألة الأساسية وهو التكامل بين دور النخاب سواء كانت تشتغل في مجالات السياسة أو الفكر أو العلم على اعتبار أن هذا الفصل هو فصل لما لا ينبغي أن ينفصل وجعل النخب الفكرية صاني على قيم المجتمعات والنخب السياسي صاني على الأحداث علينا أن نجد صيغة ندوب فيها وظائف النخب لكي تصنع وجهة مجتمع لكي تصنع قيمة مجتمع وهذا التحدي مطروح بحدة المسألة الثالثة مرتبطة بالاقتراح أعتقد الآن أن على النخب تحدي كبير جدا وهو أن تصنع مطالب جامعة تلتف حولها النخب وتلتف حولها الجماهير والشعوب هذه المطالب الجامعة في اعتقادي وقد يختلف معي البعض وقد يتفق معي البعض الآخر تأتي في مقدمتها ثلاث مطالب أساسية هناك مطلب الحوار المفتوح وهناك مطلب البناء الديمقراطي وهناك مطلب لالتحام الجماهير مطلب الحوار المفتوح علينا أن لا ننسى بأن الأحداث باغتتنا ودخلناها بإرث تاريخي تقيل جدا كنتكلم على المنطقة الدول العربية المسلمة دخلناها بإرث يأن تحتوطت طغيان الأنانيات والعصبيات الأنانيات بما هي تقوقع في دائرة المصالح الشخصية أو الفئوية وعصبيات بما هي تعظيم للآن ورفض للآخر والفكر الآخر ولحد الساعة لم نستطع أن ندوب مثل هذا الموروط في وعاء يستوعب التاريخ ويكون في مستوى تحدياتي الحاضر لهذا ما عاد الآن الحوار طرفاً فكرياً قد تعمد إليه أن نخب كلما سمحت لها فرصها أصبح حاجة أصبح ضرورة تفرضها التحديات الراهنة وعلينا أن نتجاوز نظرتنا للآخر في سياق الإقصاء لأن الإقصاء لا يعكس دائماً حقيقته في كثير من الأحيان الإقصاء يعكس تمثلاتنا عنه يعكس تخوفاتنا منه لهذا لا مجال لتدويب هذه الأعطاب إن صح التعبير إلا بالالتقاء المباشر والفعال والبناء ثم لا أريد أن أطيل في هذه النقطة لأن كل واحدة فيها ثم مطلب البناء الديمقراطي البلدان العربية جربت أشكال عديدة من الممارسات السياسية والاختيارات السياسية للأسف الشديد كلها كانت مطبوعة أو أغلبها حتى لا أسقط في التعميم كانت مطبوعة بطابع الأبوية والسلطوية والتحكم لم تجرب إلا خياراً واحداً هو الخيار الديمقراطي الحقيقي وليس ديمقراطيات الواجهة الآن المطالب الشعبية التي أبان عنها حراك 2011 تجاوزاً لأن الطورة التونسية بدأت في دجنبر 2010 قلت لا تقبلوا بغير الوعاء الديمقراطي لكي يستوعب المطالب الشعبية بما هي فرض للتعددية السياسية بما هي تأكيد على المعارضة الحقيقية بما هي فصل الصلاة بما هي اقتران المسؤولية بالمحاسبة هذه الآليات كلها لا بد الآن من صياغتها والعمل على بنائها مصارات أربع أختم بها كنت أود أن أتكلم عن التحام الجماهيري لأنه مهم مصارات أربع على النخة بأن تسير فيها المصار الأول هو مصار تفكيك بنية الاستبداد وهذا مصار مهم جداً ثم مصار بناء الديمقراطية ثم مصار بناء التحالفات وأخيراً مصار بناء المجتمع السلام عليكم ورحمة الله